السلام عليكم ورحمة الله شخباركم إن شاء الله ستكونوا على خير و بخير أحسن حاجة تستطيعون تحضرها في هذا الفيديو الدخول المدراسي هو هذا الذي يكسع لي شيء شيء سهلا تتبقى لك وتستفقى لك و تستفقى لك لا تخافي لأن شيء شيء طيب على واحد درجة الحرارة التي يأتي عليها لا تخافيش أنك ستعتهم شيء حاجة التي تستفقى لها وتخسر لهم هذا النوع الذي تريد تأخذ غير مقادر كيفما هم و تبقيها بالحدفة لها و شاء الله ستكون ناشح معكم من أول تجربة أولا منذ المكة دور طريقة تحضير لا نساش نقول لكم و إذا كنت جداد أول مرة تشاهدوا القناة دينا لا تنسوش تشتركوا في القناة عبر الضغط على زر الاشتراك و أهم حاجة لكي تشاهد الفيديو تعتعلوا فرصة يدوز الناس و أحدين أخرين و يشوفوه و يستبدو منه لا تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب و تخليونا أكبر عدد ممكن لا تتعاليق فيديوزهم بزاف خليكم معايا فنلزوا على بركة الله نتعرفوا على المكونات و أيضا نبدو في طريقة التحضير مباشرة أنا في العجانة أولا كيف ما نقول لكم هنا غيب سلافة لأن هذا الكيك صالي مخصوش يتحرك بزاف بش مكتحش لنا لعباغي أو لا كتجرى علش كتجرى لأن فيها الملحة و أحد المادة لكتخلي العباغي دينا تبقى خفيفة للعكس ديال السكر تماما كيمونطي و كيخلي الخليط دينا يعقاد أولا يتجمع نضيفنا هنا جوج بيضات نضيفنا لهم شوية البزار الملحة دائما نضيفه هنا الشخ كتخي نضيفه كذلك الجبن نضيفه كذلك الزيتون الملحة من كتره شيء بزاف حتى من بعد و نضيفه نضيفه 130 جرام ديال الحليب 80 جرام ديال زيت نباتية بالنسبة هنا المكونات نضيفهم لكم كلهم إن شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف من بعد ما خلط المكونات الأولى نضيفه للنواشف هنا نضيفه 160 جرام ديال الدقيق الأويض النوعية الخاصة بالحلويات طبعا ضروري نكون وغربناها من قبل نزيد عليها 8 جرام من الخميرة الكيميائية أو للخميرة الخاصة بالحلويات هنا الطحين نحركوه كيف ما قد لكم معينينا ميزانا سفي غير ما يبقى وش عندنا ذلك الكويرات ديال الدقيق في الخالد نحبسوه باش ما يتحش لنا لا تغيبوش ما تجرش لنا أكثر من القياس لأن في هالملحة كل ما حركتوه كل ما كتزيد تخفاف هذا هو القوام المطلوب كيف يمشوه هو نوعا ما كيف يكون خفيف تكشي لاش قلت لكم ردوا بلكم مع التحريك هنا غدي يزيد يجمع راسو طبعا مع الكيمياء الجبن اللي احنا غدي نضيفوها وباقي المكونات تحتهما فهنا عندنا 100 جرام ديال الجبن أحمر اللي هو كيكون مبشور كنضيفوه هالكيكات غدي نقول لكم الناس اللي كيعجبهم المضاقات الملحة أو الأشياء اللي كتكون ملحة غدي عرفوني علش كان هضر غي يجربوه ان شاء الله غدي يكون معتمد عنكم من هنا القدم وشي حاجة اللي هي بسيطة وفمتنوى الجامع هنا عندنا ما يعادلو حجو جمع القبار حتى الثلاثة ديال الزيتون الخضر اللي تيكون هكا تخونش مقطة كنحرك المكونات ديالي كيف ممشتوه هنا لابا غي دياليك تتعلق ليا مع ذاك الفخوماج ومع ذاك الزيتون اللي ازدناه كتعطيلو واحد تعليكة يا سلام هنا كيبقى لكم الاخت سيار كيف مكنا نقولكم ديلو الخضر على حسب المتوفر غي سيرو في الخضر اللي ما كتطلقش الماء فوصلاب غاي باش مطيحش لنا الكيكا ديالنا داخل الفرن انا بنسبة لي استعملت البروكولي اللي خضر غسلته مزيان وقطعته شجيرات صغارين حيط له ذاك العرق هنا عندنا شاخكو يتخي قطعتها هكا سميتات والنجال ديالي اللي قطعته هكا غونديل ودرت له شوية الملحة وشوية ودرته في البانيني باش يطلق ليدك الماء اللي فيه كامل ونحتفت به التزيين باش ما يطلقش لي الماء اللي فيه على الكيك ويطيحها ليده داخل الفرن هذي مسألة جيد مهمة قدروا ديرو الخضر اللي بغيتو شاريطة انهم ما يكونوش يطلقوا الماء داخل الفرن خطيت المول ديالي اللي فيه 18 سنتيم غلفتهم مزيان بالبابير كويسون درتوا حد طبقة ديال الخليط ديال الكيك ديالي كان صرحوا مزيان كيفما كتشاهدوا معايا كان حطى دوك سميطات ديال الشاخ كوتخي كيفما كتشوفوا مهم كي بقى لكم المونتاج على حسب الرغبة وعلى حسب الاختيار بغيتو تمشيوا بحالي كي جيزوين بزاف بغيتو تديرو بطريقتكم تبارك الله انا عارفكم مبديعات وكلكم ما شاء الله عليكم فكي بقى لكم الاختيار درت الشاخ كوتخي طبقة ثانية ديال خليط ديال الكيك وهنا غادي نستف داك شجيرات ديال البروكولي كيفما شتو معايا تقدروا تديرو هنا كيفما قد لكم اللوبيا لغيكو تقدروا غير الخضرات ديالكم تبقى خضراء علاش باش مكتلقش ليكم الماء هنا البروكوليكي يجي رائع بزاف في هاد الكيك زيت الطبقة الاخيرة ديال العجينة ديالي اولا ديال خليط الكيك ديالنا وغادي نسد بدك الطريفات ديال الدنجال كيفما قد لكم دكليهم شوية ديال الملحة ضروري مع شوية ديال الزيت لان الملحة تساعدو باش انا ويزيلي خرج دك الملحة كامل ادوزتو في الالة ديال البانيني كي يخرج بحل يشيبس كندروها كاف الوجه ديال الكيك كنعاود ندوز دك سميتاس ديال الشاخ كويتخي في هاد الأثناء بالنسبة للفران انا كنأكدو كنقولها دائما فران دائما كيكون سخون من قبل على درجة حرارة 180 من الفوق ومن تحت انا استعملت المروحة الى ما كانش المروحة في المتناول فحنا كنقدروا نستغنو عليها طبعا كندخل الكيك ديالي قدت 45 دقيقة حتى 50 دقيقة ما بين 45 حتى 50 دقيقة ما نحلش عليها بصيفة نهائية حتى كي يخدك اللون الدهبي وكنشوفو كي بل يره طلع بصيفة نهائية وضيجاتها الريحة ديالو كتكون خرجات لعندك الكوزينار كتشمي ريحة الكيك كتشمي ريحة ديال الخضاء واحد الريحة اللي هي زوينة بزاف من بعد ما نخرجه نخلي واحد جدقائق حتى يبرد في المول وكنحيده بكل سهولة كي يكون هذا هو الشكل نهائي ومن بعد ما يطيب بغيتو الدهن عليه شوية ديال زويتة بلديه في الوجهه باش تعتبروا ده كل المعه بحلي كندرو في الكيك الحلو بحل شكل ديال ناطاج سينو خلي وغير بحلقة كده كي يجي رائع كي يجي غزال شكلا ومضاقا ما زالين ان شاء الله كيكاس وحدين اخرين مالحين بطرق لي هي تهي مختلفة هادشي عذا شكاكمو لكم ندعمو الفيديو هاست ديالنا بالضغط على زر الاعجاب لان اللايك ديالكم هو اللي كيعطي الفيديو فرصة كبيرة وانه تبروبوز على ناس وحدين اخرين وينضمو لنا هكاكا تشجعوني اكثر انا نزيد نعطي ما عندي وانا نزيد نطور في الفيديو هاست ديالي بهادشكل نكون صلط معكم من نهاية الفيديو مازالين غنقطعوا الكيك خليكم معايامات مشوفين تالولي افرسكم بزاف بزاف إلى فيديو آخر بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة